اشتركوا في القناة وقالوا له فين الدليل ان فيه ربنا انت عمرك ما شفت ربنا فين الدليل على وجوده دليل مادي ولو حبي ارد عليهم يقولوا بالكلام ده بتقولوا كل العقائد فانت اي الفرق بينك وبين بيت الديانات وجه سألك لانه بدأ يعني يهتز بهذه الاسئلة لانه صغار النفوس هتعمل ايه مع ملاحظة اي تردد قد تزيد الشك عنده طبعا بالطبع اي حد في كنيستك من عائلتك هكذا من الصغيرين بالطبع يوجد ادلة ضخمة على وجود الهنا زي الخبرات الروحية الكتيرة اللي عندنا المعجزات المستمرة لكن دايما بيحاول يشككوا فيها ويدعوا ان هي ايضا موجودة في باقي الديانات ادلة التصميم الكون الكل شيء الادلة المنطقية لكن برضو بيجادلوا فيها فلسفيا فانت بتحتاج تكون متمكن فلسفيا عشان تعرف تأكد ادلتك اللي هي فعلا في صلحك ولكن المجادلات والمباحثات الغابية اللي بيعملوها طبعا الادلة العلمية الكثيرة لكن العلماء الملحدين دايما بيحاولوا يعملوا فرضيات للتشكيك يحاولوا يقولوا لا ده فيه فرضية العالم الفلاني قال كذا افترض كذا فبحتاج تكون متمكن فيها علميا الادلة من الاثار كتيرة جدا على صحة ايماننا وجود الهنا لكن برضو بعض الملحدين من علماء الاثار ايضا بيحاولوا التشكيك فيها لان الشيطان دايما بيحاول يشكك ويلاقي اي طريق خبيث يستخدمه فبرضو محتاج تكون متمكن من علم الاثار عشان لو قدمت نقطة من الاثار في هذا الامر رغم نكون الادلة دي واكتر منها بكتير كافي جدا واكتر من كافي الاثبات الهنا وتميز عقدتنا عن اي عقيدة تانية وصحة كتابنا المقدس لكن بتحتاج تعرف نقاط كويسة قوي عشان كده دايما في الخدمات احيانا اقول لحضراتكم لو مش قادر تتذكر بقية الموضوعات تركز النهاردة او خد ملخص النهاردة ممكن يكون كافي لكن محتاج تتذكر حاجة سهلة لما تتسئل السؤال ده فجأة ترد بسرعة ازاي فاسمحوا لي اضيف دليل اخر للكتير من الادلة سهل تذكره وهو زمن تحقيق نبوة دانيال سبعون اسبوع اللي هيتقدم النهاردة ده ملخص لبحث بتاع ضعفي الاصلي والادلة الكتيرة اللي تقدمت فيه بعض عناصره على فكرة قدمتها لحضراتكم سابقا من اكتر من خمس سنين البحث ده اخد مجهود سنوات طويلة تتعدد 18 سنة من ساعة ما بدأت الخدمة وانا كل شوية بتكلم فيه وكل شوية بعيد دراسته من 2007 و2011 اضفت فيه عناصر وتكلمتها في محاضرات مع حضراتكم في 2014 و15 و2018 و19 قدمت لكم عناصر كتيرة من البحث ده قبل كده ويكتمل في صورة النهائية خالص في الفترة الاخرانية فاخد مجهود ووقت كتير قوي فلو تنشروا حضراتكم اكون شاكر لمحبتكم اللي هقدمه النهاردة ده ملخص واحد على خمسين من البحث الكامل اللي هقدمه لحضراتكم وهينزل في كتاب قريب ان شاء الرب وعيشنا ولكن برضو هقدمه مجانا على الموقع زي ما احنا متعودين لكن اللي هقدمه الملخص النهاردة رغم ان هو واحد على خمسين لكن كافي فقط ان انت تتذكر نقاط بسيطة منه نبوة دانيال اسحح تسعة سبعون اسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الاثم وليؤت بالبر الابدي ولخكم الرؤية والنبوة ولمسح قدوس القدسين فاعلم وافهم انه من خروج الامر التجديد اورشليم وبنائها الى المسيح الرئيس سبعة اسابيع واثنان وستون اسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الازمنة وبعد اثنان وستون اسبوعا وستين اسبوعا يقطع المسيح وليس له وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس وانتهاؤه بغمارة والى النهاية حرب وخرب قضية بها ويثبت عهدا مع كثيرين في اسبوع واحد وفي وسط الاسبوع يبطل الزبيحة والتقدمة وعلى جناح الارجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب لو صفر دانيال اصحح تسعة عدد اربعة وعشرين لسبعة وعشرين النبوة اللي بيقولها جبرائيل لدانيال على زمن مجيء قدناي السيد المسيح الرئيس النبوة دي طبعا نبوة متعددة المستويات النبوة توصف ان هي معقدة فهي هل تحققت بدقة ولا لا لانها لو تحققت تكفي كدليل مادي اخر محسوب تاريخيا على كل الادلة الاخرى الضخمة على اثبات وجود الهنا اللي اوحى بيها ودليل اخر مهم على صحة الكتاب المقدس الوحد وليس امام اي كتاب اخر عقيدي والعقيدة المسيحية ان هي الوحيدة الصحيحة والباقي خطأ لو النبوة دي ما كانتش تحققت مشكلة لو بطريقة حققت فيها شوائب ويفتح باب الادعاء ان الكتاب المقدس خطأ او العقيدة المسيحية المبنية عليه خطأ مش كده ممكن يكون خطأ من الوحي الكتاب المقدس وممكن يكون ما فيش اله اصلا لان اللي بنؤمن به وحي طلع خطأ او فيه اخطاء فامر ليس هاي طبعا حاشا يكون الهنا او كتابنا المقدس بهذا الامر بس انا بوضع خطورة الامر ايضا حتى عند غير المسيحيين فمش بس مهم لينا مهم للاخرين وعشان كده اتمنى تنشروه لكل الناس على قد ما تقدروا لو غير المسيحيين لو النبوة دي غلط لا تعني شيء مهما كده كده ما بيقمنوش بالايمان المسيحي ولا تغير عندهم شيء لكن لو النبوة دي صاحة ودقيقة فهي تعني كل شيء ويجب انها تغير في قلبهم كل شيء عند غير المسيحيين وتفتح عينيهم فالسؤال هو هل انطبقت هذه النبوة بدقة بطريقة ما في هالشوائب يعني بطريقة تقدر تصمد امام النقد ولا محسوبة بطريقة او بطرق بها ضعفات تقبل النقد لان حتى قبل البحث ده اللي بيقدمه ضعف النهاردة لحضراتكم اللي بقدم قبل كده وقدمته لكم قبل كده على اجزاء اللي يقدموا من حسابات ما قدم قبل ذلك بيقبل النقد ومختلفين مع بعض وعشان كده بيتخطأ بسهولة فبيان المشكلة اللي هندرسها النهاردة في هذا البحث المشكلة اللي بيتم البحث عنها هل تحققت نبوة دانيال في الاصحى التاسع عن السبعين اسبوع وان كانت تحققت فما هي الكيفية اللي تم بيها التحقيق بدقة ولو كانت اتحققت هو احنا ليه كمفسرين مسيحيين مختلفين مع بعض البعض بيقول تاريخ والبعض بيقول تاريخ تاني والتاريخين ممسوك عليهم اخطاء لان في الفترة الاخيرة ظهرت العديد من الافكار النقدية والهجومية على النبوات الكتابية بشكل عام وعلى نبوة دانيال 9 خاصة بشكل خاص نظرا لأهميتها لانها الوحيدة اللي بتحدد زمن مجيء الرب يسوع المسيح بالسنة وبدقة فهي النبوة الوحيدة اللي بتحدد بالظبط هي يجي امتى من اكتر من 300 ل400 نبوة في العهد القديم عن الرب يسوع المسيح له كل المجد عشان كده بتتهاجم عشان كده الشيطان بيكرهها جدا لان بعض النقاد بيحاولوا دايما ينكروا انها تحققت على الرب يسوع المسيح سواء للتشكيك في الإيمان المسيحي والكتاب المقدس وبعضهم بيستغلها كمان في ادعاء لو كان فيه إله كانت النبوة دين طبقت بدقة بطريقة واضحة والبعض الآخرين من عقاد أخرى بيدعوا انها تحققت على شخص آخر أو شيء آخر وبيستغلوا اختلاف المفسرين في تفسيرها في هجومهم بص المفسر ده الكازة وده الكازة والأب الكازة والأب ده الكازة مختلفين مع بعض معناها من طبقتش فيهجموا وبعون في الكتاب المقدس لأننا حتى الآن فعلا مختلفين في زمن تحقيق هذه النبوة ازاي تحققت فالبحث ده هو دراسة لمعرفة هل تحققت نبوة دانيال النبي عن السبعين اسبوع في سفر دانيال صاحب تاسع على الرب يسوع المسيح ولا لا وان كانت تحققت فما هي الكيفية لتحققت بيها المراحل المختلفة من هذه النبوة ودراسة تاريخية تحقيقها بدقة وهل التاريخ ده كمان يتفق مع أحداث حياة الرب يسوع المسيح المعتمدة في حسابتها على تاريخ ميلاده المجيد وتاريخ صلبه وهل الكلام ده يقدر يصمد أمام النقاط ومحاولاتهم وهل يمكن تفسير سبب اختلاف الشراء حتى الآن فهدف البحث ده ملخص لأنا قلته لحضراتكم هو الحاجة لدراسة تفصيلية لنبوة دانيال 9 عن السبعين أسبوعا وانها تتقدم بطريقة علمية تفصيلية توضح تحقيق النبوة وإثبات تحقيقها بأكتر من طريقة مستقلة يعني بطرق مختلفة تؤكد نفس النتيجة تؤكد نفس التاريخ عشان تتأكد دقة النبوة دي عشان ما يستمرش النقاط في استخدام أو في استغلال اختلاف أراء الشراح وأخطاء الحسابات أو شوائف الحسابات لنقدها ومش نقدها هي وبس لنقد الكتاب المقدس والهجوم عليه وتخطيقه لأن حتى الآن كل الحسابات اللي اتقدمت بها نقاط ضعف بيستغلها المهاجمين فالبحث ده لو فعلا بيقدم بطريقة صحيحة تحقيق النبوة يكون قام بتوضيح النقاط التالية أولا ليس فقط بيغلق باب النقد والتشكيك لكن أيضا يمكن ان يستخدم للرد على الفكر الإلحادي اللي بيحاول ينكر وجود إله يعطي وحية ليه هي حاجة من الاتنين احتمال من الاتنين لأنه بفعلا لو ما فيش إله ما فيش وحي ولو ما فيش وحي ما فيش نبوات لأنه ما فيش إله حيدي حاجات حتحصل في المستقبل فلو ما فيش إله ما فيش نبوات ما تنفعش يبقى فيه نبوات لو ما فيش إله لكن العكس صحيح فلا يمكن ان تتكتب نبوة دقيقة معقدة غاية الدقة زي نبوة زي دانيال 9 على سبيل المثال قبل ما جيء المتنبئ عنه بمئات السنين وتنطبق عليه بدقة بالصدفة ما تنفعش تنطبق إلا فعلا لو كانه لك إله كائن علمه غير محدود المستقبل أمامه مكشوف فأخبر في الماضي أنبياءه بالوحي إن يكتبوا هذه النبوة وبدقة غيرها من النبوات قبل ما تتحقق بمئات السنين وفعلا اتحققت بدقة لأنه عارف بالظبط إيه حيحصل في المستقبل عشان كده النبوات واحدة من أقوى الأدلة على صحة الكتاب المقدس والمسيحية وإثبات وجود إلهنا أمام مش بس أمام الملحدين أمام أي عقيدة أخرى يفي إله في نبوات يبال كتاب المقدس صح النبوات غلط يبال ما فيش إله وكتابنا المقدس غلط وإيماننا غلط فمع اكتشاف البحث ده إن النبوة دي بالفعل تحققت ومش تحققت بس تعققت بدقة متنهية ده يكون شهادة قوية أخرى لإثبات وجود إلهنا الخالق وإن وحيه مكتوب فقط في الكتاب المقدس مش موجود في أي عقيدة أخرى لأن زي ما قلت القعدة اللي حنلتزم بيها النهاردة تحقيق نبوة متعددة المستويات بدقة يؤكد وجود إله اللي أوحى بيها الفايدة التانية أو هدف البحث الآخر إنها تتقدم كونها مثال لأهمية نبوات الكتاب المقدس بالإضافة لنقطة اللي فاتت ولكن أيضا بصفاتها جانب توضيح لأهمية الكتاب المقدس نفسه مش بس كمقارنته مبقى بقية العقائد لا لكن توضح زاوية من جوانب كتيرة بتوضح أهمية هذا الكتاب اللي بيحتويها إن الكتاب ده لازم يدرس بدراسة أكاديمية العلماء في كل مكان لازم يدرسه أو الكتاب رقم واحد في العالم وخاصة لوجود حاجة زي النبوات اللي مش موجودة بيتهاجم من أطراف عديدة للتشكيك في وحيه تخطيقه التقليل من قدره ادعاء إنه عمل بشري فقط بل وصل لدرجة محاولة منعه بأي شكل عشان إنه بيدعو إنه هو كتاب المفروض يترفض إذا يترفض وفيه حاجة مش موجودة في أي كتاب آخر لازم تدرس من العلماء وبدقة الحاجة الثالثة مع توضيح تحقيقها بأدلة أكتر ومن زوايا وطرق مختلفة هيكون أمر هام لدى الدارسين لأنها تعتبر عند بعض الشراح والمفسرين العمود الفقري نبوات العهد الأديم ده قالوا مش شراح كتير فإزاي النبوة تصنى في العمود الفقري لكل النبوات بتاعة العهد الأديم نبقى مختلفين عليها وفي حساباتها شوائب بتتمسك علينا رابعا للرد على بعض النقاط اللي بيحاول يختلي سوء هميتها اللي بيحاول يدعو قاد نبوة صح بس تنطبق على حاجة تانية مش المسيح ادعاء أن هي تتحقق على آخرين محاولة من إعلان شأن أشياء أخرى أو عقائد أخرى أو التقليل من الإيمان المسيحي فعلى سبيل المثال الفكر اليهودي وخاصة في العصور الوسطى والحديثة اللي حاول يدعي أن هي تتحقق مش على شخص الرب يسوع المسيح لكن على آخرين أو على الهيكل بل وصلوا من جبروت اليهود أن هم من يلغوا من تاريخهم 165 سنة من تاريخهم عشان بس ينفو تحقيق النبوة دي على الرب يسوع المسيح ويخلوها أنها تتحقق على الهيكل متخيلين الجبروت الناس ده فيه قد إيه؟ ده يوضح خطورتها قد إيه هذه النبوة ده مش حاجة سهلة ناس توصل لدرجة تلغي 165 سنة من تاريخهم بس علشان النبوة دي يخلوها تنطبق على الهيكل مش على الرب يسوع فالبحث ده أيضا بيرد على هذا الفكر بأدلة واضحة أيضا بيرد على ادعاءات مثيلة زي الأخوة الأحباء المسلمين اللي بيحاولوا بأي شكل يسرقوها بيحس يعني لاهثين إن هي لو تشير ولو حاجة من بعيد لرسولهم طبعا زي ما حضراتكم بتسمعوا كتير النقطة الخامسة من أهمية دراسة هذه النبوة هي برضو بتوضح أهمية العهد القديم إن وحي إلهي مهم جدا زي العهد جديد بل مهم الإثبات صحة ما قالوا العهد جديد وإن هو الأساس اللي تبان عليه العهد جديد وإن هو الأسرار والكنوز اللي أعلنت في العهد الجديد لأن البعض من المسيحيين مع كل أسف بدأوا يقللوا من قيمة العهد القديم بطريقة مقصودة أو غير مقصودة والبعض اللي يقول أنا أقرأ العهد جديد وبس ما ينفعش سادسا لو تضح تحقيقها هتكون مثال من أمثلة كثيرة في العهد القديم كمان أعلنت ألوهية الرب يسوع المسيح اللي بيهجموها وبشدة هذه الأيام لأن النبوة بتعلن أن المسيح الرئيس اللي تذكر أنه الرئيس ويتذكر أيضا أنه السيد أدوناي هو قدوس القدوسين وبتعلن فلو تضح تحقيقها فعلا عن الرب يسوع المسيح له كل المجد فهي بتجيب وتؤكد من هو ابن الإنسان عند قديم الأيام الذي تتعبد له كل الشعوب والقبائل والأمم والألسنة كنت أرى في رؤى الليل ويزمع صحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوا قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطانا أبدي ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرد سابعا فايدة البحث ده إنه هو يوضع أداء أكاديمية تساعد في الرد على بعض الشبهات المتعلقة بالتواريخ وعلم التقويم اللي هو الكورونولوجي بشكل عام في المسيحية أو المتعلقة بالنبوة بشكل خاص تاريخ ميلاده أمتى تاريخ صلبه أمتى تاريخ حدثت مهمة في العهد الأديم أمتى ممكن تتبني على هذه النبوة بتدرستها طالما هي حطت نقاط واضحة تاريخية تحدد هذا الأمر وغيرها من النقاط الجانبية الغير مباشرة اللي حيتم توضيحها في هذه الدراسة أو موضحة أيضا في الملف التفصيلي الأكبر من ده بكتير وأيضا توضيح أسلوب النبوات الكتابي للرد على بعض الاعتراضات من قبل النقاط على النبوات بشكل عام نظريت البحث في الجزء ده تم تقديم تعريفات علمية للنبوة يعني إيه هي النبوة من المراجع الأكاديمية والموسعات الفلسفية العالمية الموسعات الفلسفية فلما بتتكلم على النبوة بطريقة فلسفية بتعرفها إزاي خلاصة وده تقدم كتير من الموسعات وتعرفها والخلاصة هي النبوة إعلان وحي إلهي وتم منقشة النظريات الفلسفية في النبوة وملخصه أن النبوة الدينية هي إعلان وحي إلهي وتحقيقها هو معجزة فلو ثبت فعلا أن فيه نبوة تحققت ده يصنف معجزة وطالما فيه معجزات يبقى فيه إله صانع المعجزات فهي تعلن عن عمل الإله فلذلك نظريت البحث اللي أنا قدمتها النبوة الدينية تحقيقها هو إثبات لوجود الإله اللي أوحى بيها وطبعا صحة الكتاب المقدس والإيمان المسيح زي ما قلت لأنها نبوة معقدة تقيقة ما تنفعش تنطبق بالصدفة يعني بنظرية الاحتمالات في الفصل بتاع نظرية البحث قدمت وبتحفز دراسة حسابية للاحتمالات تحقيق تفصيلات النبوة النقاط اللي بتقولها يصدر كذا وبعض يحصل كذا وبعض يحصل كذا وبعض يحصل كذا لما تحسب احتمالية كل حدث منهم كل حاجة بتقولها النبوة التفصيلات اللي بتقولها لما تدرس احتمالية كل واحدة واحدة منهم تلاقي إن ده ينفي تماما احتمالية إنها تتحقق بالصدفة ما ينفعش فتم في البحث التفصيلي الكامل حساب عناصر النبوة وأن احتمالية تحقيقها بعناصرها بالطريقة دي وبمستوياتها ان هي لو هناخد نظرية الاحتمالات يتضح ان هي احتمالية وحدة صحيحة ان هي تحصل بالصدفة من احتماليات خطأ بقيمتها عشرة قص خمسين يعني ايه واحد قدامه خمسين صفر يعني عدم احتمال حدوثها في الطبيعة حسب علم الاحصاء يعني النبوة دي حسب علم الاحصاء بالتدقيق ما تنفعش تحصل بالصدفة لكن متى حدست ومتى اثبت حدوثها تكون اثبتت بطريقة قاطعة الوحي الالهي مراجعة ابحاث سابقة وده اللي تقدم في الفصل الثاني في البحث عشان نوضح اختلاف التفسير عرضت سبعين بحث سابق كامثلة وملخصات لابحاث اكتر من كده كتير جدا اطلعت عليها ورتبتهم بترتيب افكار وشهرة بداية من حسابات سير اسحق نيوتن نفسه اللي على فكرة درس كتير جدا في هذه النبوة واللي اعلن ان هو عارف ان هي فرقة معاه في الحسابات سنة ولكن معرفش يزبطها اكتر من كده ففرقة معاه سنة كاملة ومن بعد كثيرين على سبيل المثال سير روبرت اندرسون وغيرهم الكتير جدا لتوضيح ما هي الحسابات المتاحة حتى الان وإيه اللي توصلوا العلماء المسيحيين والباحثين بما فيها نقاط ضعف واخطاء وتم توضيح ان اشهر الحسابات الغربية حتى يومنا هذا والشراحة الغربيين بيستشهدوا بيها هي حسابات سير روبرت اندرسون وهو اللي بيصير عليه اغلب الدارسين الغربيين في حساباتهم وفيها اسابيع دانيال بتنطبق ازاي هو حسبها بالسنين النبوية وده نقطة دقيقة يعني السنة تلتمية وستين يوم لان دانيال ما كانش يعرف السنة تلتمية وستين يوم وربع وقدم فعلا سير روبرت اندرسون قد الله واضحة على ذلك من كتابه المقدس ولكن حساباته مشيت ازاي من القرار الرابع اللي هو القرار بتاع ارتحشستا في زمن نحمية اللي هو صدر سنة ربعمية خمسة واربعين قبل الميلاد وستسعة وستين اسبوع الى المسيح الرئيس اللي هو من ربعمية تلاتة وتمانين سنة نبوية اللي هو من السنة تلتمية وستين يوم اللي تعادل ربعمية ستة وسبعين سنة شمسية تقويمية فيتم الوصول الى نيسان او ابريل اتنين وتلاتين ميلادية ورغم انها الاشهر لكن برضو بيها العديد من الاشكاليات ونقاط ضعف تتمسك من اخطر اضعفات هذه النبوة هذه الدراسة او هذه الحسابات رغم انها الاشهر في الغرب هي ان سنة اتنين وتلاتين ميلادية اصلا يوم الفصح فلاكيا مش يوم جمعة يوم اتنين فازاي يكون الفصح في سنة اتنين وتلاتين ميلادية يوم اتنين والكتاب المقدس بيقول لمسيحة صلى في الفصح يوم الجمعة ياما الكتاب غلط ياما الحسابات دي غلط ايضا لا تتطفق مع تاريخ ميلاد الرب يسوع المسيح ولا عمر ولا فترة خدمته تاني اشهر الحسابات وهي اكثر انتشارا في الشرق وهتسمعوها كتير من اباءنا وشرحنا الشرقيين وهي بداية من القرار التالت ليش الرابع اللي هو قرار ارتح شستا في زمن عازرة سنة كام؟ سنة 457 قبل الميلاد وتتحسب سنين شمسية كاملة ليش سنين كتابية او سنين نبوية ف483 سنة اللي هم من التسعة وستين اسبوع لغاية استعلان المسيح الرئيس فبيقولوا اول سبع اسابيع من سنة 457 قبل الميلاد لغاية سنة 408 قبل الميلاد لاثنين وستين اسبوع اللي هم من 408 سنة اللي هم من من سنة 408 قبل الميلاد لغاية سنة 26 ميلادية او البعض بيوصلها ل27 ميلادية وبيظنوا فيها ان دا تاريخ المعمودية وبيقولوا دا تاريخ تحقيق النبوة زمن المعمودية وليس في اسبوع الالام وبيعتبروا ان بداية تاريخ خدمة الرب يسوع المسيح بيعتبروا ان دا تحقيق النبوة بيقول الرأي دا واللي منتشر وبكثرة ان الاسبوع الاخير بيتقسم نصفين ثلاث سنين ونص زمن خدمة الرب يسوع المسيح وده مش دقيق لانه خدم ثلاث سنين وثلاث شهور والثلت وليس ثلاث سنين ونص لغاية مد صلب اللي بيعتبروهم يعيما 29 او 30 ميلادية والاثنين ماينفعوش وحيشرح ليه والنص التاني من الاسبوع الاخير بيقراء واحد منهم لغاية استشهاد استفانوس سنة 33 ميلادية بعضهم بيقول لا دا كمان في فاصل زمني فنص الاسبوع التاني لغاية خراب أورشالين سنة 70 ميلادية او فاصل زمن الغاية زمن الضيق العظمة ونص الاسبوع الاخير بتاع ابن الهلك لكن الحسابات دي رغم ان هي تقريبا بيكررها تقريبا اغلب ان لم يكن كل الشراح الشرقيين حاليا من اباءنا المحترمين اللي جزامهم كلهم على راسي من فوق ولكن بيها العديد من الاشكاليات طبعا ولا اقلل من قدر اي احد دي كلها المجهودات رائعة ربنا يبركهم ولكن فيها اشكاليات لازم نعترف اولا قرار عزرة ما تجددتش فيه ارشالين اصلا فازاي تستخدم قرار ماينفعش اتنين عماد الرب يسوع المسيح مفوش اعلان المسيح الرئيس مين قال له يوم هانت المسيح الرئيس ثالثا عماد الرب يسوع المسيح اصلا لا كان 26 ولا 27 ميلادية ولا تتفق التواريخ دي كمان مع تاريخ ميلاده وعن معموليته عن عمر 30 سنة زي ما بيقول انجيل لوقة البشير اصح تلاتة بوضوح رابعا سنة 29 الفصح اصلا برضو مش يوم جمعة ده يوم سبت خمسا لسبوع الاخير عن ابن الهلاك ومحدد ان هو ابن الهلاك ومحدد في النبوة نصا ان هو في النهاية فازاي يتقسم نص الرب يسوع المسيح ونص في اواخر الايام سادسا استخدام السنة الميلادية اللي هي 365 يوم ورابعة في الحسابات دي ده تقويم ما يعرفوش دانيال اصلا فهل دانيال بيقول نبوة بسنين هو مش فاهمها حسابات اخرى كثيرة في المنتصف ما بين الاثنين زي حسابات هوهنر اللي حاول بدون ادلة كافية تصحيح حسابات سير روبرت اندرسون لانه اتعرف ان سنة 32 ميلادية الفصح مش يوم جمعة ده وضحها اسحاق نيوتن الاثنين وثلاثين ده اصلا الفصح مش يوم جمعة ده يوم اثنين فحاول يصلح حسابات سير روبرت اندرسون فحاول القرار من 445 قبل الميلاد لربعمية اربعة واربعين قبل الميلاد عشان يوصل بيها تلاتة وثلاثين ميلادية لكن مقدمش دليل طب انت ليه غيرت من ربعمية خمسة واربعين المثبتة كويس جدا ان هي فعلا السنة العشرين لارتحشستا غيرتها لربعمية اربعة واربعين بدون دليل وبرضو حتى لما عمل كده ما انضبطتش معها الحسابات فاضطر عشان يعمل الحسابات استخدم التحويل في السنة النبوية تلتمية وستين يوم للسنة الشمسية تلتمية وخمسة وستين يوم مش تلتمية وخمسة وستين يوم وربع وحزف ربع يوم من كل سنة وده طبعا سبب عنده خطأ اخطاء في شهور ورغم كل ده ما انضبطتش الحسابات او في حسابات اخرى كثيرة جدا اتقدمت في مراجعة ابحاث سابقة البعض اللي اضاف الاسبوع الاخير على السنين الشمسية في حسابات ستة وعشرين عشان يوصلها لسنة اربعة وثلاثين او تلاتة وثلاثين رغم واضح انه بيضيف اسبوع ابن الهلاك بيضيفه على الرب يسوع المسيح ازاي الكلام المكتوب على الابن الهلاك تعتبره على الرب يسوع المسيح ما ينفعش او باستخدام سنين قمرية ما انضبطتش الحسابات بعضهم حول الاسبوع الاخير بدل من سبع سنين حاولوا لسبعين سنة الوحده قالك يبقى من ميلاد الرب يسوع المسيح لغاية خراب ارشاليمو في النص تصلب رغم ان هو ده غير دقيق لانه تصلب تلاتة وثلاثين مش خمسة وثلاثين بعضهم قال حسابات رمزية بعضهم تحاشق ذكر ارقام خالص بعضهم اعلم بوضوح انه ما يقدرش يحسبها انتم عارفين ان في رسالات دكتوراه في سفر دانيال او في نبوات دانيال او اسلوب نبوات دانيال اعلنوا اصحاب شهادات الدكتوراه دول في ابحثهم في رسالة الدكتوراه انهم عند النبوة دي ما يقدرش يحسبوها متخيلين دي من صعوبته خطورة هذه النبوة قد ايه كان باحث كان امين وقال مش عارف احسبها مش مظبوطة والحسابات المتقدمة فيها اخطاء اما عن الاباء وده نقطة مهمة جدا فاشهر الحسابات الابائية وهي حسابات يولوس الافريقي وهي حسابات رائعة جدا وبدأ بداية رائعة صحيحة فعلا من قرار نحمية قرار الرابع والسنة العشرين اللي هو قرار ارتحشستة السنة العشرين في زمن نحمية وحدده كمان بدقة امتى ذكر يعني بطريقة دقيقة جدا البداية وده نقطة رائعة وذكر اسلوب وده اول واحد يذكر اسلوب التحويل تحويل السنة الكتابية النبوية الى السنين المقابلة لها ولكن للأسف استخدم في التحويل من السنين النبوية الكتابية استخدم التحويل السنين القمرية فقط فانضبطتش معاه الحسابات لنقطة النهاية القديس جيروم احصى بطريقة رائعة تفسيرات الاباء المختلفة عبر العصور لغاية زمنه في القرن الرابع بطريقة رائعة واحصى كمان اليهود وحساباتهم وفي الاخر قال اقرب وحدة هي حسابات يوليس الافريقي والكتير جدا من الاباء اتفقوا معاه وبعض الاباء قدموا احتمالات البعض قدم رموز فقط البعض اعتبرها مستقبلية ما يعرفش ازاي وده ملخص اقوال الاباء قدام حضراتكم على الشاشة الاول يوليس الافريقي اللي اعتمد على السنين القمرية 354 فحدد البداية بدقة رائعة واسلوب التحويل كويس جدا لكن العامل اللي استخدموا في التحويل هو الصنة القمرية فما انضبطتش معاه نقطة النهاية البابا اثيناسيوس اكد ان هي عن مجيء الرب يسوع المسيح ومسحه ولكن محددش سنين القديس جيروم زي ما قلت ذكر اهراء كتيرة جدا للاباء وفي الاخر اتفق مع يوليس الافريقي يوسابيس القيصري زاكر رأيين ولكن سوري ذكر ثلاث حسابات مختلفين والثلاثة منضبطوش هي بوليتوس قالن هي سنين روحية بوليناريوس من لوديكية توقع ان الرب يسوع ده اعتبر حسابات مستقبلية وعشا كده توقع ان الرب يسوع مسيح خلاص المجيء التاني قرب اكلماندوس لسكنداري عدد السنين تعدت معاه قوي 490 سنة بالطريقة لاستخدمها لانه بدأ من كورش لغاية فاسباسيان فما انضبطتش معاه اوريجانوس واحدة منهم اعتبره 490 سنة وحساب تاني اعتبره 4900 سنة من آدم لغاية المسيح وبرضه ما انضبطتش معاه ترتليان برضه حسابها بطريقة غير دقيقة يوحانا زهبي الفم اتفق مع يوليوس الافريقي وكتير من الاباء وخاصة الاباء الشرقيين اتفقوا مع حسابات يوليوس الافريقي فعفض الحسابات عندنا ابائية يوليوس الافريقي دقيقة جدا في بدايتها اسلوب الى حد ما اقترب من الصحة العامل او الفاكتور اللي استخدموا في التحويل هو لما خلاش نقطة النهاية تنضبط معا ولكن واضح حتى الان ايه مفيش اتفاق لبين المفسرين ولا حتى الاباء وكل هزي الحسابات للأسف قابلة للنقد اي مشاكك بيدرس النقاط دي كلها بيلاقي بكل سهولة صغرات يقدر يهاجم بيها بل بيستخدم الاختلافات دي كلها هذا انتو الغد دولات مش منتفقين انطبقت ازاي انطبقت 445 و 32 ولا انطبقت 457 و 26 او 27 ما تتفقوا يا مسحيين ده اللي بيقولوا المهاجمين وبيستغلوها بجدا الاختلافات دي النقاط في الهجوم على كلامنا لما نستخدم دليل النبوات فمن عرض الابحاث دي كلها تم توضيح ان الحسابات يوجد بينها اختلافات ونقاط ضعف بتفتح باب الجدل من قبل النقاط فزي ما قلت اشهر الحسابات اللي اتبعت حسابات سير روبرت اندرسون ان البداية 445 ل 32 ميلادية رغم دقة الاسلوب اللي استخدموا لكن فيها نقاط ضعف كتير اشكاليتها ما تنطبقش على اسبوع الالام الكتابي 32 ميلادية الفصح مش الجمعة اللي عارفين ان 32 ما تنفعش حاول يصلحوها ل 33 ميلادية اخطاءوا بدل الخطأ اخطاء كثيرة فما زكروش لماذا بدأوا من 444 ما زكروش لماذا استخداموا 365 سنة لا هي 365 سنة وربع شمسية ولا غيره حزف قرب الشهر كمان في الاخر وهكذا ايضا التفسيرات اللي اتبعت القرار التالت من زمن عزرة عشان توصل لسنة 26 او 27 بتتهاجم بسهولة سواء عدم انطباق على الوصف الكتابي لأسبوع الألام وتاريخ صلب الرب يسوع المسيح اللي حاول يوصلوها لسنة 30 نقطة البداية عندهم ما كانتش مضبوطة وايضا سهل نقدها وغيرها من نقاط الضعف واختلاف الشراح في هذا الأمر الفصل الثالث اسئلة البحث فبعد ما درسنا العبحاث الصادقة وعرفنا ما فيش اتفاق بينها واللي تقدم بنقاط ضعف بيستغلها النقاط وكل واحد من النقاط بيدقق بيعرف كل سهولة يضرب هذه الحسابات عشان كده لو اكتفينا بها هيستمروا النقاط في التشكيك وكل من استخدم واحد من أقوى الأدلة اللي عندنا الدليل النبوات اللي مش موجود في أي عقيدة أخرى لتأكيد دقة كتابنا المقدس وصحة عقدتنا المسيحية وإلهنا بيستغلوا نقاط ضعف زي دي بيهجمونا فلسه يوجد تساؤل هل تحققت نبوة دانيال اللي صاحة التاسع من العدد 24 ل27 بدقة ولا لا وإن كانت كل هذه الحسابات غير دقيقة ومختلفة معنى زي نقول انها تحققت هل فعلا تحققت على ربي سوع المسيح ولا زي ما قالوا اليهود تحققت على الهيكل لما حزف 165 سنة هل هناك أديلة كفية على تحقيقها على ربي سوع المسيح له كل المجد والتحقيق ده هل فعلا بيتطفق مع الأعمار المذكورة لتاريخ ميلاد الرب يسوع له كل المجد وعمره فترة خدمته لأن ملاحظة تانية الأبحاث السابقة تقريبا كلها تقريبا لم تتطرق لهذا الأمر المهم يقولك النبوة بدأت كذا وانتهت كذا طب هو ده أصلا مناسب للعمر المسجل للرب يسوع المسيح وفترة خدمته أغلب الحسابات تتناقض مع تاريخ ميلاد الرب يسوع وعمره وفترة الخدمة بتاعته وتاريخ صلبه فهل يمكن تقديم الحسابات بطريقة تتفق مع عمر الرب يسوع المسيح وهل يمكن حسابات تحقيقها تتقدم بأكتر من طريقة مختلفة كلهم يأكدوا نفس التواريخ عشان لو في مشكلة في تقويم معين يبقى مش موجود في التقويم الثاني لأن كل السابقين كل واحد كان بيكتاف فيه أن يقدمها بطريقة واحدة والتقويم لو لقي واحد من النقاط غلط في التقويم أو مشكلة بيمسكها للتشكيك في انطباق النبوة ويشكك في كتاب المقدس هل فعلا تنطبق على شيء آخر وإن كان هذا محصل إزاي نرد على اللي بيحاول يدعو نهاية تنطبق على شيء آخر هل ممكن نحن نسبة خطأ كل إدعاء اللي إدعاء وإنهاية تنطبق على شيء أو شخص آخر وكل الكلام هل ممكن يصمد أمام الاعتراضات والأراء المختلفة وده هنبتدي من دلوقتي نقدمه مع بعض أول حاجة زمن ميلاد الرب يسوع المسيح له كل المجد رغم كتير من الأبحاث السابقة ما اتطرقت إلى تاريخ ميلاد الرب يسوع في حساباتهم في حسابات السبعين أسبوع بدأوا الحسابات من قرار كذا لنهاية كذا خلصنا طب وده ناس بحياة الرب يسوع المسيح ففي البحث اللي بقدم لحضراتكم تم توضيح أن تاريخ ميلاد الرب يسوع المسيح له كل المجد مهم جدا في دراسة النبوة هو هام كمقياس مصطرة تقدر تقيس عليها حساباتك صح ولا لا لتتأكد أنت لوصلت له صح ولا غلط لأن ما ينفعش تطبق النبوة في تاريخ يخالف تاريخ ميلاده وعمره وتوقيت صلبه له كل المجد ما ينفعش يكون تولد حسب الدعاءات البعض ستة قبل الميلاد أو أربعة قبل الميلاد ولا ستة ميلادية وطبعا تعمد عن عمر 30 سنة زي نحو 30 سنة زي ما مسكور بدقة في إنجيل لقى ثلاثة وخدم ثلاث سنين وبضعة شهور يعني تصلب بعد 33 سنة و ثلاث شهور والثلث من تاريخ ميلاد المجيد فما يصلح أنه يتقدم تاريخ تحقيق النبوة أو الخطأ في حسابات النبوة حيخليها تخالف تاريخ الميلاد وطبعا ده كالعادة يفتح باب النقد فقدم البحث ده اللي بعرضه لحضراتكم بدراسة تاريخ ميلاد الرب يسوع المسيح له كل المجد لعلقته التواريخ دي بزمن تحقيق النبوة وتم توضيح أن تاريخ ميلاده بدقة وده الملخص اللي عايز يرجع له وانا قدمتها بالكده في محاضرات كثيرة لحضراتكم لكن اللي عايز يرجع له تاريخ ميلاد الرب يسوع المسيح اللي هو 29 كياك الموافق في هذا الزمان ليوم 25 ديسمبر 2 قبل الميلاد قبل التعديل الغرغوري وده مثبت بعشر مجموعات من الأدلة القاطعة واتضح أن عمر الرب يسوع المسيح عن 33 سنة و3 شهور وتلت لما تصلب وفترة تحقيق النبوة العشر نقاط في الجدول التالي قدام حضراتكم فأول حاجة الحدث على سبيل المثال موت هيرودس بعد طبعا تصحيح الأربع نقاط أخطاء النقاط اللي بدأوا في القرن 19 واتضح أنه بناء على موت هيرودس ميلاد الرب يسوع المسيح من آخر 2 قبل الميلاد إلى أول واحد قبل الميلاد يعني فعلا يناسب 25 ديسمبر سنة 2 قبل الميلاد إحصاء كرينيوس الأول لأنه كرينيوس قام بإحصائين وده برضو نقطة بيتهاجم فيها التواريخ المسيحية برضو يناسب من 2 قبل الميلاد إلى 1 قبل الميلاد استجهاد يوحنى المعمدان برضو من آخر 2 قبل الميلاد إلى أول 1 قبل الميلاد هيكل أورشاليم من 2 قبل الميلاد إلى 1 قبل الميلاد قيافة وفترة خدمته من 4 قبل الميلاد إلى 1 ميلاد فهي بس لتحديد الفترة وليس تاريخ ده ليس دقيق هيرودس أنتباس من 2 قبل الميلاد بلاط صلبونتي من 2 قبل الميلاد شاول الترصوس من 2 قبل الميلاد إلى 1 قبل الميلاد حكم باريوس قيصر المذكور بمنتهى الدقة في إنجيل لوقة يقول لنا يؤكد أن الرب يسوع المسيح اتولد ما بين مارس 2 قبل الميلاد لمارس 1 قبل الميلاد للسنة المذكورة واللي مؤيادة تاريخيا وبدقة شديدة وبناء عليها الشتاء اللي اتولد فيه يكون هو 25 ديسمبر 2 قبل الميلاد وطبعا الأباء من نقاط كتيرة دقيقة تاريخية حددوها حددونا بدقة أنه هو 25 ديسمبر 2 قبل الميلاد فأول حاجة سنة الميلاد هو آخر 2 قبل الميلاد وده من 10 مجموعات من الأدلة واضحة جدا أيضا تم تقديم دراسة تؤكد السابق ده كله دراسة في أقوال الأباء بتطقيق اليوم بتاع الميلاد خلاص عرفنا سنة الميلاد أن هي آخر 2 قبل بداية 1 قبل الميلاد يوم الميلاد وأن الرب يسوع المسيح من أقوال الأباء له كل المجد تمت البشارة به يوم 25 ديسمبر 2 قبل الميلاد وعشان كده كنيسة الأولى استمرت قرون بتحتفل بتاريخ البشارة 25 ديسمبر اتولد إمتى 25 ديسمبر 2 قبل الميلاد وبعدها نحو 30 سنة لعدم وجود سنة الصفر ده هجيلها دلوقتي على طول اشرحها لحضراتكم فاتعمد 6 يناير 30 ميلادية اللي هو 11 طوبة كل ده طبعا اتغير بعد كده بسبب التعديل الغرغوري سنة 1582 فأصبح 11 طوبة بيوازف 19 يناير وأصبح 29 كيهكي بيوازف 7 عيناير وهكذا وستبدأ خدمته ايضا تم تقديم دراسة ان الرب يسوع المسيح له كل المجد خدم ثلاث سنوات وبضعة شهور لانه عبر عليه في خدمته من انجيل يوحنى تلاث اعيات فصح واتصلف في الرابع يعني بداية خدمته 6 يناير 30 ميلادية بعد كده ثلاث اعيات فصح 30 في ربيع 30 ربيع 31 ربيع 32 وفي الفصح الرابع اللي هو ربيع 33 ميلادية دلت صلب فيه واللي محدد وبدقة 14 نيسان اللي جه 3 ابريل 33 ميلادية يوم جمعة وفعلا 14 نيسان ده 33 ميلادية من المواقع العلمية والفلكية والتقويمية المتخصصة اكدت ان هو يوم جمعة زي ما ذكر الكتاب المقدس خلصنا نقطة زمن ميلاد الرب يسوع المسيح ننتبه لنقطة مهمة جدا جدا حضراتكم سمعتوها مني قبل كده بس اللي مسمعهاش مني هيكتشف حاجات كتيرة لم يقرأ بقية المفسرين لتفسير النبوة ملاحظة هامة جدا وهي لا يوجد سنة اسمها سنة صفر يعني ايه يعني ايه مفيش سنة ما بين واحد قبل الميلاد وما بين واحد ميلادية بمعنى التقويم قبل وبعد زائد وناقص لكن ما فيهوش الصفر الحسابي لما انت تيجي تحسب حسابيا بتقول اتنين واحد صفر ناقص واحد ناقص اتنين عشان تنتقل من واحد لناقص واحد بتعدي على الصفر ده حسابيا التقويم ما فيهوش الصفر فانت بتنتقل في التقويم من سنة اتنين لسنة واحد لسنة ناقص واحد مفيش صفر بينهم لسنة ناقص اثنين فلما تحسب سنين من قبل الميلاد لبعد الميلاد لازم تنتبه ان انت تطرح سنة ده رقم موجود في الحساب مش موجود في التقويم اللي هي سنة الصفر وتم توضيح انه كل من الشراح انتبهوا لهذا الامر اوضح لحضراتكم بالصورة اللي قدامكم دي من 1 يناير 2 قبل الميلاد لغاية 31 ديسمبر 2 قبل الميلاد ده سنة من 1 يناير 1 قبل الميلاد لغاية 31 ديسمبر 1 قبل الميلاد قبل 1 يناير 1 ميلادية دي سنة واحدة وبعدها على طول تبتدي 1 ميلادية مفيش صفر في النص مفيش سنة صفر ده موجود في الحساب مش موجود في التقويم كويس عشان كده اللي بيحسبوا منقرار عزرة الثالث بيخطأوا دايما في سنة ودلاشوا الراحة الشرقيين ليه؟ لانه مبيخطوش بالهم من موضوع سنة الصفر بعضهم طبعا ذكرها وبعضهم لا كويس؟ مفيش سنة اسمها سنة الصفر فلما تحول من سنة 500 قبل الميلاد لسنة 500 ميلادية ده مش 1000 سنة ده 999 سنة ليه؟ لان فيه سنة الصفر اللي في النص ملهاش وجود محتاجين ننتبه للأمر ده النقطة المهمة ان الرب يسوع المسيح له كل المجد دخل أرشاليم أحد الشعنين ده بذكر في الكتاب صلب يوم الجمعة العظيمة والسبت يلوح بوضوح شديد من الكتاب المقدس من الأربع أنا جيل ده تم إمتى؟ يوم عيد الفصح اليهودي اللي هو معروف 14 نيسان بالرجوع للنتيجة اليهودية لتواريخ عيد الفصح ما بين سنة 26 ل36 ميلادية العلماء قدموا من 27 ل36 وأنا أضفت عليهم سنة اللي هي سنة 26 أيضا فبدراسة ما قدموا علماء الفلك وعلى رأسهم سير إسحاق نيوتن وغيره من العلماء الكثيرين اللي أكدوا حسابات وأضافوا عليها وأنا زي ما قلت أضفت بس على قدي سنة 26 أيضا لهذه الحسابات لتحديد موعيد عيد الفصح والأقمار بمنتهى الدقة اتضح أن السنتين المناسبتين اللي يكون فيهم الفصح 14 نيسان فعلا يوم جمعة زي ما قال الكتاب المقدس يهم سنة 30 يهم سنة 33 يهم الرب يسوع المسيح تصلب 3 إبريل 33 أو يهم سبعة إبريل 30 ميلادية لكن زي ما تكلمنا على عمر الرب يسوع المسيح 30 ميلادية ما تنفعش فالرب يسوع المسيح اللي اتصلب 3 إبريل 33 ميلادية له كل المقد وبدأ خدمته 6 يناير 30 ميلادية عن عمر نحو 30 سنة ف30 سنة سنة 30 ميلادية ناقص 30 سنة عمره يساوي 30 ناقص 30 كام أو عحد يقول صفر ما احنا عرفنا ما فيش صفر هي سنة ناقص أو سنة واحد قبل الميلاد كويس يعني الرب يسوع المسيح لو بالزبط كان اتعمد بمنتهى الدقة بالزبط في عيد ميلاده 30 كان المفروض اتعمد في 6 يناير يعني اتولد 6 يناير واحد قبل الميلاد ولكن الكتاب المقدس بيقول نحو كلمة نحو يعني زائد كام يوم في لقى 3 23 عشان كده ميلاد الرب يسوع المسيح قبل اول يناير واحد قبل الميلاد يعني نهاية ديسمبر اتنين قبل الميلاد وتحديدا بالادلة وبخاصة من اقوال الاباء اللي اكدوها بطرق كثيرة جدا دقيقة شبه اجماع هو 29 كيهك الذي كان يوافق في هذا الزمان 25 ديسمبر اتنين قبل الميلاد قبل واحد يناير واحد قبل الميلاد اللي حسبناه باسبوع واكتر هو ده الصحيح واللي زي ما حضراتكم عارفين بسبب التعديل الغرغوري 1582 اترحل وليبقى من احتفل 29 كيهك اللي هو يوافق 27 يناير اما عن بقية التواريخ اللي قالوها النقديين 6 قبل الميلاد او 4 قبل الميلاد او 6 ملادية كلها التواريخ غير دقيق وتم تقديم ادلة على ذلك تفصلية في البلاد في التفصيل زي ما بقول لكم اللي انا بقول لكم النهاردة ده واحدة على 50 من البحث التفصيل فيكون من 25 ديسمبر اتنين قبل الميلاد بعد 30 سنة يعني اول 30 ميلادية لعدم وجود سنة الصفر ولانها 30 سنة وكام يوم بدأ خدمته 6 يناير بالمعمودية 30 ميلادية خدم 3 سنين وبضعة شهور من حسابات عيد الفصح حسب ما ذكرته الاناجيل لانه عبر في اثناء خدمته 3 عيات فصح ويقصلب في عيد الفصح الرابع اللي هو فيه ربيع 33 ميلادية واللي هو كان يوم الجمعة 14 نيسان 3 ابريل 33 ميلادية وبخاصة ان في 3 ابريل 33 ميلادية يوم الجمعة ده فعلا فيه احداث فلكية زي ما قالها الكتاب بما فيها من احداث كثيرة وزلازل وهكذا لكن ايضا حصل كمان معاها كسوف ومشروح تفصيلا في موقع ناسا اللي قدام حضراتكم وايضا تحول بعضه القمر الى قمر دموي الليلة الوقت اللي تصلف فيه الربية سوع المسيح الامر تحول دم ادي من قدام قدام حضراتكم دم الموقع ناسا وادي اللينك اللي عايز يتأكد من كلامي اهو قدامكم كمان تحت على الشاشة بداية بداية حسابات السبعين اسبوع طبعا في الفصل ده علشان نحسبها لازم نفهم الكويس النبوة سبعون اسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية ولتتميم الخطايا ولكفارة الاثن وليؤتب البر الابدي ولختم الرؤية والنبوة ولمسح القدوس القدوسين فيعلم وافهم انه من خروج الامر لتجديد اورشاليم مش الهيكل ولا شيء اخر اورشاليم نفسها وبناءها الى ايه المعمودية الميلاد لا الى المسيح الرئيس يعلن ان هو المسيح الرئيس رسميا سبعة اسابيع واثنان وستون اسبوع انهم تسعة وستين اسبوع من قرار تجديد اورشاليم للمسيح الرئيس يعود ويبنى سوق وخليج في ديق الازمنة وبعد اتنين وستين اسبوع بعد ما تكتب النموة تسعة وستين اسبوع يقطع المسيح وليس له كلمة يقطع من ارض الاحياء يعني يتسلب وشعب رئيس قاتن بعد ما يتسلب بفترة يبتدي فاصل زمني شعب رئيس ثاني يأتي يخرب المدينة والقدس وانتهاء بغمارة والى النهاية نهاية الايام حرب وخرب قضية بها ويثبت عهدا مع كثيرين في اسبوع واحد الاسبوع الاخير في النهاية وفي وسط الاسبوع يبطل الزبيحة والتقدمة وعلى جناح الارجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب فنبوة التسعة وستين اسبوع من القرار بتجديد اورشاليم ميشيل هيكل لغاية استعلان المسيح الرئيس بعد استعلانه واكتمال نبوة التسعة وستين اسبوع بعد ما تخلص يقطع المسيح من ارض الاحياء يتصلب وبعد كده فاصل زمن طويل قبل الاسبوع الاخير اثناؤه في رئيس اخر يأتي بشعب يخرب اورشاليم والقدس اثناء الفاصل وهو طيطس الروماني 70 ميلادية وتستمر اورشاليم الى النهاية حرب وخرب قضية بها تفضل اورشاليم يحاول اليهود وتخرب ثاني وحرب وخراب وحرب وخراب لغاية نهاية الايام ولما نيجي نهاية الايام يجي الاسبوع الاخير وزمن المخرب اللي في نص الاسبوع يبطل الزبيحة والتقدمة تم توضيح الاربع قرارات وهم قرار كورش اللي هو سنة 536 قبل الميلاد داريوس سنة 521 قبل الميلاد ارتحشست في زمن عزرة 457 قبل الميلاد ارتحشست في زمن نحامية اللي هو الرأي اللي كان بيقول 445 والرأي اللي بقدم البحث 444 قبل الميلاد ملحوظة قرار الرابع اللي هو في السنة العشرين من ارتحشست هو لقيده كثير من الاباء بداية من يوليوس الافريقي وجيروم ويوحنا زهبي الفم وغيرهم كثير جدا وتقريبا اغلب الاباء الشرقيين كانوا مجتمشيين مع القرار الرابع في زمن ارتحشست السنة العشرين في زمن نحامية بل حددوا بدقة انه صدر في السنة الرابعة من اولمبيات 83 هستقدم الرقم في واحدة من الحسابات لان هنحسنحسب النبوة بطرق كتيرة قاد الاربع قرارات قدام حضراتكم والشاهد بتاع كل من بداية حسابات 70 اسبوع تم توضيح اشكالية الثلاث قرارات الاولى كلهم الثلاث مش مختصين بارشاليم نبوة دانيال بتحدد من خروج الامر لتجديد ارشاليم بكررها اكتر من مرة وبناءها الى المسيح الرئيس لا وضع اساسات الهيكل ولا السماح برجوع اليهود ولا تجديد الهيكل ولا الزباح تجديد ارشاليم نفسها سللاث قرارات الاولى كورش وداريس وارتحشستا الاولاني في زمن عذرة كلهم لفظيا وتاريخيا للهيكل ما تبنتش فيهم ارشاليم لغاية وقت بداية زمن خدمة نحمية من الكتاب المقدس ما كانتش تبنت ارشاليم ولا تجديد لا تبنت صور ولا صوق ولا ابواب ولا اي حاجة من الكلام الا لمصادر القرار الرابع والاخير اللي هو ارتحشستا في زمن النحمية عشان كده هو الصحيح وواحد من ادلته الكتير على صحته اللي جه في الكتاب المقدس نفسه ان قبل صدور القرار الرابع ده اللي هو مسكور في نحمية صح 2 من عدد واحد ل17 ارشاليم كمدينة خاربانة مش مدينة اصوارها منهدمة ابوابها محروقة ولا فيها صور ولا صوق ولا غيره لغاية مصادر هذا القرار وبدأ ساعتها تجديد ارشاليم وطبعا ده امر اساس لأي مدينة يكون صورها مكتمل وابوابها مقفولة عشان توصف ان هي بتتجدد حسب النبوة ده يؤكد كمان ان كلمة قرار اللي بيقولها دانيال تنطبق على قرار ارتحشست وقدمت دراسة لغوية على هذا الامر فهو القرار الرابع فقط وتم توضيح من العدد ده ان نبوة المسيح الرئيس وهي نبوة التسعة وستون اسبوعا قبل فاصل زمني واضح من الاعداد لغاية نهاية الايام والاسبوع الاخير في زمن ابن الهلك تم توضيح القرار الرابع البناء انما اكتشف هذا البحث اللي قدمه ضعفي هو الصحيح وبدرسته فلكيا والتاريخيا ومسجل بدقة في تواريخ ممالك مختلفة وحسبيا اتضح انه صدر سنة ربعمية اربعة وربعين قبل الميلاد تم امتى شهر نيسان لانه مكتوب لفظا في سفر نحمية اثنين وفي شهر نيسان في السنة العشرين لارتح شسته وتم تقديم دراسة وشرح من اسلوب الكاتب اللي هو نحمية انه مما بيقول اليوم بيعني اول نيسان اللي هو رأس الشهر وتم تقديم ادلة متعددة انه ده اكشول اللي بيتكلم عنه والظروف اللي بيوصفها نحمية ده ظروف احتفال رأس الشهر احتفال بداية نيسان وده احتفال مهم جدا في فارس ومن سياق الاعداد يؤكد انه احتفال اول نيسان وتم توضيح فيه الفصل ده بدقة من التاريخ ومن مواقع الفلك ومن دراس اللغوية ومن ادلة اخرى ان تاريخ قرار التحشيست الرابع في نحمية اتنين واحد هو واحد نيسان الموافق لأربعة مارس ربعمائة اربعة واربعين قبل الميلاد ونبوة دانيال من القرار حتى رئاسة المسيح الرئيس اللي هي سبعة السبع سنين زائد اتنين وستين اسبوع سنين اللي يساوي تسعة وستين اسبوع سنين اللي هم ربعمائة ثلاثة وتمانين سنة تسعة وستين في سبعة ربعمائة ثلاثة وتمانين سنة كتابية وهاجل الاسبوع الاخير كمان شوية ده يقود الى تاريخ امتى فعلا سنة تلاتة وتلاتين ميلادية وابدق وعم انقنت التاريخ ده مع المقياس اللي حطنا من شوية المصطرة اللي بنقيس بيها فعلا ده السنة اللي تصلب فيها الرب يسوع المسيح اللي حطنا كمقياس ويتضح ان ده التاريخ يتوافق بالفعل تاريخيا مع احداث حياة الرب يسوع المسيح ولا يتعارض معه في الفصل ده تم توضيح نقطة مهمة هي السنة العشرين اللي تحشست في التاريخ ومع لهوش خلاف انه مات او اتقتل في اخر يوليا ربعمية خمسة وستين قبل الميلاد ارتح جست تولى امتى في اغسطس ربعمية خمسة وستين قبل الميلاد فعلى طول كثير من الشراح كانوا بيقفز الاستنتاج انه طالما مسك الحكم في ربعمية خمسة وستين يبقى سنة لحسب بابل ومادي وفارس في زمن دانيال لا في قصة تانية انه كان عندهم السنة الاولى من حكم الملك في مادي وفارس وبابل ما كانوش بيسموها سنة واحد من حكمه كانوا بيسموها سنة الصعود الى الحكم مش السنة الاولى من الحكم لما يتمها يبدأوا يعدوا سنة واحد من حكمه وده بقى متسجل بأدلة في الحضارة الفارسية القديمة كثيرة ومخطوطات وكتابات واحجار حاجات كثيرة تؤكد هذا الامر ففي البحث التفصيلي قدمت مراجع كثيرة ومتنوعة على هذا الامر بل قدمت اهم منها كلها دليل من الكتاب المقدس نفسه زي المقارن ما بين ارمية اللي بيتكلم بالفكر اليهودي سنة 465 قبل الميلاد واصلاح صحيح في التقويم الفريسي ده مش سنة واحد من حكمه اللي تتحسل منها السنة العشرين في التقويم الفريسي دي سنة صعود الحكم سنة اللي بعدها 464 قبل الميلاد ده سنة واحد فسنة واحد من حكم الفعلي بعد ما تم سنة الصعود الى الحكم اللي هي سنة 464 فالسنة العشرين هي سنة ربعمية اربعة واربعين قبل الميلاد. فنيسان اللي بتكلم عنه نحمية في السنة العشرين اللي هو اربعة مارس ربعمية اربعة واربعين ودية واحد من الاخطاء الاساسية لحسابات سير روبرت اندرسون. نيجي بعد كده لنقطة مهمة وهو اذار الثاني. اذار الثاني وهو الشهر الثالث عشر في السنة الكبيسة اليهودية. الامر الاخر المهم انه في الماضي كان اسلوب اضافة اذار الثاني اللي هو الشهر الثلاث عشر في السنين الكبيسة عند اليهود ليس زي دلوقتي. بل كان بيختلف قوي. دلوقتي محسوب ومعروف السنة اللي هيجي فيها اذار الثاني اللي مش هيجي فيها. لكن زمان كان يضيفوه عند الحاجة. بعد ما يحددوا اول نسان ويشوفو الهلال ويحتفلو ويفرحو وينبسطو كل حاجة. ويعدي اكتر من اسبوع وبيقربوا على الفصح وعيد الفطير وعيد البكورة. بعد كده يحسوا ان هم من مش هيقدروا يجمعوا البكورة في عيد البكورة اللي هو ستتاشر نسان. فيعملوا ايه؟ فيروحوا وحطين شهر تاني في النص. ولكن خلاص هم من احتفلوا بنسان. تم. الاسلوب ده كان متابع في هذا الزمن. والامر ده شراحيته العديد من المراجع اليهودية. الموسعات اليهودية والتلموت والكتابات اليهودية القديمة وفيه كتابات يهودية متسجلة بهذا الامر. فعشان لما نرجع للمواقع الفلكية حاليا واحد نسان اللي احنا بندور عليه ده عشان المواقع بترجع للماضي بحسابات مش باللي كان بيحصل فعليا هو واحد اذار التاني اللي كان بييجي سنة ربعمائة اربعة واربعين قبل الميلاد. فهذه المواقع بتسجله حاليا اذار التاني لانها بتعود بالحسابات للماضي. لكنه في هذا الزمن لما بدأ واحتفلوا بيه واحد نسان كان اربعة مارس. واحتفلوا باربعة مارس وكل حاجة تمامه. ده اللي بتكلم عنه نحني بيتكلم عنه احتفال. اللي في السبيل الفارسي. فلما يقول واحد نسان احتفال واحد نسان ربعمائة واربعة واربعين هو اللي كان بدأ فيه نسان واحتفلوا به وبعدها لما قربوا من عيد البكورة اللي قوم ما تزبطش عند اليهود فحطوا اذار التاني عند اليهود لاحقا بعد نسان بحوالي اسبوع. اي هو حواليا في المواقع الفلكية اللي بتحسبها بس وترجع للماضي في واحد اذار التاني اللي هو مقابل اربعة مارس ربعمائة اربعة واربعين نقطة البداية. نقطة البداية ايه هي واحد نسان اربعة مارس ربعمائة اربعة واربعين قبل الميلاد. عرفنا نقطة البداية. نتكلم على نقطة النهاية. نقطة النهاية هي يوم احد الشعانين. ليه? النبوة بتتكلم على المسيح الرئيس. يعني اليوم اللي اعلنت جموع اليهود انه استعلن ليهم ومقابلين وموافقين وبيأكدوا ان ده المسيح الرئيس ابن داود اليوم اللي قالوله اصنى مبارك القاتي باسم الرب اللي اعتبروه المسيح الرئيس المتنبئ عنه فيوم احد الشعنين لان هو اليوم الوحيد اللي جموع اليهود ليس اجماع جموع الشعب اليهودي اغلبية اعتبروه ملك اليهود ابن داود المسيح اللي بينتظروه وقالوله علنا في عدد كتير قوي يعني عشان اوضح جموع اليهود بفكرنا الحالي للتوضيح لو عملوا انتخابات كان هينتخبوه اليهود يومها بالاغلبية فلا يناسب اللفظ اللي بتذكر النبوة لتاريخ الميلاد هو فعلا ملك روحيا وبدأ يتجسد لكن ما اعلنش جموع اليهود رئاسته طبعا مش اجماع رئاساء اليهود دولا استمروا ورفضين باستمرار لكن اليهود ما اعلنوش رئاسته في الميلاد ولا في المعمودية رغم انه فعلا كان بيملك روحيا لكن ما اعلنش اليهود جموع اليهود رئاسته رسميا عليهم امتى تم فقط اعلان اليهود هو يوم احد الشعنين وده مسكور بوضوح في الاربع اناجيل وقالونه التعبير ده بوضوح بل دخل كمالك وتمت امامه علامات الخضوع الرسمي كمالك وانهم القوا ثيابهم على الطريق امامه لان ده اللي يتعامل للملوك العظماء اللي بيفرح بيهم الشعب يوم تنصبهم ده امتى من الدراسات الكثيرة لقدما هذا البحث هو يوم 29 مارس 33 ميلادية قبل 3 ابريل 33 ميلادية الجمعة عيد الفصح عيد الصلب وده كمان مش بس اللي انطبقت فيها نبوة دانيال ده كمان انطبقت فيها نبوة مهمة جدا ذكرت هالنا الاربع اناجيل اللي هي نبوة زكريا تسعة تسعة لما بيقول هو زا ملكك يأتي اليك ركبا على اتان وعلى جحش ابن اتان فعرفنا نقطة النهاية واحد نيسان 4 مارس 444 قبل الميلاد ونقطة النهاية يوم الاحد نهار 29 مارس اللي هي 33 ميلادية اللي هو الاحد الشعنين وطبعا من بعدها احداث اسبوع الالام زي ما حضراتكم عارفين مساء وصباح لان اليوم بيبدأ مساء ثم صباح فليلة الاثنين 29 مارس مساء كان خلاص تم اختيار المسيح وبدأت شرعة الحفظ بعد كده نهار الاثنين رجع الرب يسوع المسيح الهيكل وكمل تطهير الهيكل وشجرة 20 وهكذا 11 نيسان اللي هي ليلة الثلاث 30 مارس مساء رجع بيت عنية نهار ثلاثاء 31 مارس نبوة خراب قرشليم ونبوة اواخر الايام اللي مسكورة في انجلمات 24 ومرس 13 ولقوا 21 وهكذا بعد كده 12 نيسان اللي هو الأربعاء 1 أبريل يهوزة يخون الرب يسوع المسيح 13 نيسان خميس العهد اللي هو يبتدي ينزعوا فيه الفطير من المنازل وبالليل يكونوا بيعدوا الفصح فبدأوا يعدوا الفصح في بداية المساء ويأكلوا الفصح في ليلة الجمعة اللي هو العشاء الاول الجليلي وتكلمت عنها بالتفصيل قبل كده مع حضراتكم وممكن نكررها مرة تانية فالمسيح تمم عشاء الفصح الأول وأسس الإفخارستية وبعد كده طلع لبستانجو السيماني اتقبض عليه بدأت ستة محاكمات وبعد كده في نهار الجمعة 3 إبريل بعض الظهر وقت توقيت زبح خروف الفصح بين العشائين ده التوقيت اللي صلب فيه الرب يسوع المسيح له كل المجد وقت العشائين وأسلم الروح السنة النبوية ايه القصة اللي أنا قلتها السنة النبوية اللي هي بحساب السنة 360 يوم هل ده حساب مخترع ده حساب معروف كويس جدا من زمان هي لا 365 يوم ولا 365 يوم مربع ولا غيره لأن السنة 360 يوم يعني 12 شهر كل شهر 30 يوم ده تقويم تاريخي استخدموا الكتاب المقدس نفسه وده أول تقويم ذكروا الكتاب المقدس في بدايته وفي نهايته وتم التقديم أمثلة كتابية كتير قوي في الحسابات اني بيستخدموا هذا التقويم من أول صفر التكوين التكوين في حسابات الطفان بوضوح وأيضا في قلال الكتاب المقدس كثيرا لغاية نهايته في صفر الرؤية في موضوع الثلاث سنين ونص الهومان 42 شهر الهومان 1260 يوم الهومان الشهر 30 يوم وهو نفس القيمة المذكورة اللي بيستخدمها مين دانيال نفسه صحب النبوة في دانيال 7 و 25 وهو اللي بيناسب 1260 يوم بل أيضا دانيال بيستخدم هذه القيمة لشهر 30 يوم مرة تانية في النبوة الأخرانية بتاعته في دانيال 12 يعني دانيال بيستخدم في الحسابات المستقبلية النبوية الشهر 30 يوم دي واضحة جدا أيضا تم تقديم أمثلة أخرى كتابية على هذا ومن علماء تاريخ وتم إثبات أن ده كان أسلوب تقويم حقيقي تاريخي عند بابل وفارس وغيرهم في هذا الزمان بل اليهود نفسهم مسجلين في الماضي أن في حساباته المستقبلية ده الأسلوب اللي بيستخدموه لأن ده الأسلوب العهد القديم اللي متعودين عليه بل شرح مهمين جدا زي نيوتن قال إن ده أصلا التاريخ والتقويم اللي بيستخدموه وده اللي تبنى عليه الدائرة السنوية اللي 360 درجة عشان كده حتى يومنا هذا لسه بنستخدم الدائرة 360 درجة فدانيال مش هيستخدم التقويم الميلادي الحالي اللي ما كانش يعرفه الغير مستخدم أصلا في وقته ده يطلع بعضه بقرون عديدة جدا فبناء عليه سنين النبوة التسعة وستين أسبوع سنين نبوية من السنة 360 يوم ربعمية تلاتة وتمانين سنة السنة 360 يوم فيساوي ربعمية تلاتة وتمانين سنة في 360 يوم مية تلاتة وسبعين ألف تمنمية وتمانين يوم دقة فنبوة دانيال مية تلاتة وسبعين ألف تمنمية وتمانين يوم نبتدي بقى نركز دلوقتي وتمنى الشاي والقهوة يعملوا مفعولهم لأنه هنبتدي بقى في أرقام كتير قوي ده يوازي من سنين التقويم الشمسية اللي هي تساوي فلكيا بالضبط اللي بالضبط عدت من دانيال لغاية زمن الرب يسوع المسيح اللي هي تساوي 365.242199 يعني 365 يوم و242 من ألف ف173.880 يوم على السنة الشمسية الفلكية 365.242199 تطلع معانا 476 سنة شمسية زائد 24.7 يوم يعني السنين النبوية الكتابية الـ 483 سنة هي تساوي من السنين الفلكية 476.24 يوم و7 من عشر يعني بالتقريب 476 سنة شمسية فلكية دقيقة و25 يوم تقريبا كويس الحسابات بالسنين وتحقيق النبوة بالسنين لأنها نبوة سنين البداية 444 قبل الميلاد ناقص 476 سنة شمسية فلكية اللي بيستخدموها في التحويل والحسابات اللي هي تعادل 483 سنة كتابية تاريخية استخدمها دانيال اللي هي 173 880 يوم ناقص 1 اللي هي سنة الصفر اللي ملهاش وجود اللي تعلمنا كويس ان لما بنحول ارقام من قبل الميلاد اللي بعده لازم نطرح 1 سنة الصفر توصل معانا 33 ميلادية لو مسكت الكالكيليتور دلوقتي وطرحت 444 ناقص 476 ناقص 1 سيطلع معك 33 ميلادية وده سنة توقيت دخول للرب يسوع المسيح ارشاليم يوم احد الشعنين في سنة 33 ميلادية وده يوم الاحد واللي فعلا اتصلب يوم الجمعة وفعلا في عيد الفصح اللي جاه في هذه السنة 14 نيسان جاي يوم جمعة فعلا زي ما اكدوا علماء الفلك بما فيهم سير اسحاق نيوتن وغيرهم بل حتى موقع ناسا حتى يومنا هذا ده مسكور فيه وده لا يخالف بل يتطفق مع وحدة القياس المصطرة اللي حطناها من الاول اللي هي ايه تاريخ ميلاد الرب يسوع المسيح وعمره وزمن خدمته وتوقيت اسبوع الالام اللي تم توضيحه حساب ده يكفي جدا وخلاص الحزبة تخلصت على كده لانه ده اللي اكتفى بيه اغلب الباحثين لانها نبوة سنين وتحسبها بالسنين خلاص خلصنا فنحن ممكن نقف عند هذا الحد وانطبقت النبوة وده اللي انت محتاج بس تفتكره ربعمائة اربعة وربعين لتلاتة وتلاتين ميلادية خلصنا لانها مستحيل تحصل كمان بالصدفة وده مؤكد بأدلة وبدون ثغرات وتتطفق مع الأدلة التاريخية والكتبات بتاعة الحضرات القديمة الكثيرة والأبائياء وعمر الرب يسوع المسيح وغيره الكثير جدا فهم ربعمائة اربعة وربعين قبل الميلاد لتلاتة وتلاتين ميلادية وبضيقة وبس تفتكروا ده لكن هتتضيقوا مني البحث طبعا اللي قدمه ضعفي ما اكتفهش بالسنين فبحثت أيضا بالشهور باختصار النبوة ربعمائة تلاتة وتمانين سنة كتابية تاريخية بدأت من شهر مارس ربعمائة اربعة واربعين قبل الميلاد واستمرت لشهر مارس تلاتة وتلاتين ميلادية وبكده تكون تحققت بالشهور مع معرفة ان السنة النبوية اللي هي ربعمائة تلاتة وتمانين سنة نبوية تساوي ربعمائة ستة وسبعين سنة شمسية اللي فيهم خمستلاف سبعمية وتناشر شهر من السنة الشمسية اللي يقابلوا خمستلاف سبعمية ستة وتسعين شهر كتابي لأن الاثنين بيهم 173.880 يوم ولو خدتوهم وعدتوهم شهر التل والآخر من المواقع الفلكية زي موقع ناسا أستروباكسل أو غيره الكثير أو بحسابهم يتضح أن هي فعلا توصل لشهر نيسان المقابل لمارس فالحساب نيسان المقابل لمارس 444 قبل الميلاد زائد 5712 شهر سمسي فلكي دقيق يوصل معنا ب 476 سنة يساوي نيسان المقابل لمارس 33 ميلادية لعدم وجود سنة الصفر وده زمن دخول الرب يسوع المسيح ورشاليم في أحد الشعنين في 9 نيسان قبل صلبه في الجمعة 14 نيسان فالنبوة من الربيع للربيع ومن نيسان لنيسان ومن مارس لمارس يعني النبوة دي ما تتحققش بالسنين فقط رغم أن هذا كافي لكن أيضا تتحقق بالشهور وبدقة وشهور يهودية وشهور شمسية يهودية نيسان لنيسان شمسية من مارس لمارس وبكده يتأكد هذا البحث من دقة وروعة النبوة اللي مش سايبة مجال لحد نغتت شوية ونزودها ونتكلم على الأيام فالنبوة دي تتحقق أيضا بالأيام هي حزبة معقدة بعض الشيء شرحتها بشيء من التفصيل في البحث الكامل فمش أصدى حضراتكم بيها كتير قوي لكن أقدم لكم ملاقصة فتم تقدمها بالأيام من السنين النبوية والسنين الشمسية الفلكية أيضا للتأكيد وتم تقدمها من مواقع فلكية علمية متخصصة زي ناسا وأستروبكسل ومواقع فلكية يهودية وغيرها كثيرة جدا وتم توضيح نقطة البداية والنهاية تاريخيا وفلكيا وشافوا الأمر إمتى ومحصوب إمتى وتسجل إزاي يعني بطريقة كثيرة التعقيد لكن باختصار شديد البداية 4 مارس 444 قبل الميلاد النهاية أحد الشعنين 29 مارس 33 ميلادية دخول الرب يسوع المسيح أرشاليم وإعلان أنه هو المسيح الرئيس له كل المجد ومن هذا يعتبر تم اختياره ليبدأ شريعة الحفظ من ليلة يوم 10 نيسان يوم الثلاثين الليلة 10 نيسان وتصل بيوم الجمعة 14 نيسان دولة هم من 483 سنة كتابية يقابلهم 476 سنة شمسية وخمسة وعشرين يوم تقريبا اللي هما 173 880 يوم اللي حسبناها بدقة والتفصيل إزاي كالتالي من 4 مارس 1 نيسان 444 قبل الميلاد زائد 476 سنة كاملة بدون أي أجزاء من يوم يساوي 4 مارس 33 ميلادية كويس ومن الأيام من 4 مارس 33 ميلادية زائد 25 يوم نوصل 29 مارس 33 ميلادية الـ 25 يوم فالقرار من 4 مارس 444 قبل الميلاد إلى أحد الشعانين 29 مارس 33 ميلادية تنطبق النبوة مش بالسنة بس ولا بالشهر اليهودي والشمسي بس بل باليوم أيضا اللي هما بدقة 173 888 يوم بالتفصيل بدقة فالنبوة تتحقق بالسنة والشهر واليوم زودتها أنا عارف ما عليش تحملوني كمان شوية صغيرة ده 173 880 يوم اللي تحققت فيهم النبوة من 4 مارس 444 قبل الميلاد لـ 29 مارس سنة 33 ميلادية نزود شوية بالساعات النبوة كمان تحققت بالساعات والحسابات في الجزء ده اللي هو للتعقيد ولا للإطالة ولا للتظاهر ولا غيره وملهاش لزوم لكن فيها في حد ذاتها رد تقريبي كرد مسبق على اعتراض قد يصدر في عدد الأيام أنا بحاول أقفل على المعترضين ليه البعض هيقولك ما انت قلت من شوية مش 25 يوم انت قلت 24 و 7 من 10 ورغم النجوزء من يوم يوم ولكن حتى دي نرد عليها من دلوقتي ديانهما مش 25 يوم هما 24 و 7 من 10 يوم فالـ 483 سنة كتابية اللي هي أومة 360 يوم اللي يساوي 173 ألف 880 يوم يعني تساوي في 24 ساعة كل يوم يعني 4 مليون 173 ألف 120 ساعة يوازو من سنين التقويم الشمسية اللي هي 365 و 0.242199 فيساوي 476 سنة شمسية و 24 يوم 0.713276 يوم يعني بتدقيق 24 ساعة 24 يوم و 17 ساعة طب ايه قصة 17 ساعة دي اللي أنا طلعتها لكم دي اللي قبل ما يتكلموا النقاط ده هيني عملتها من الأول البداية رصد الهلال في زمن نحمية كان بيتم ازاي رصد الهلال في زمن نحمية عشان يعرفه أول نيسان كان بيتم الساعة 6 مساء وعيانا خارج المدينة في منطقة جبلية ولما يقفوا ويشوفوا ثلاث شهود ويتأكدوا وخلاص وقولوا تمام واتأكدنا يرجعوا في الرحلة بتاعتهم للمدينة طبعا بيرجعوا في وقت متأخر فدايما الاحتفال بتاع أول نيسان ما بيتمش في الليلة أول ما يشوفوا الهلال لا 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 يحقوا يجهزوا ولا الأكل ولا المعزومين ولا الكلام ده كله ولا الأمور الملكية فدايما احتفال أول نيسان اللي هو احتفال أرتحشستا بيكون عند الفارسيين وده متسجل في الحضارة الفارسية كويس جدا ومراجعة تاريخية فارسية بيكون قبل انتهاء النهار اليوم التالي اللي هو نهار واحد نيسان نفسه بعد ما عرفوا ظروف ظهور الهلال ويبتدوا يعدوا لهذا الاحتفال المهم ويبتدوا يدعوا المعزومين والملك يبتدوا يستعد والملكة والقصة دي كلها ده متسجل في المراجع التاريخية الفارسية بدق فبيتم إمتى تقريبا الساعة خمسة عصرا في فارس قبل نهاية يوم واحد نيسان يوم العيد ده بيقابلوا ساعة اربعة عصرا في أورشالين لفرق ساعة توقيت ما بين فارس وما بين أورشالين كويس ده التوقيت اللي احتفلوا به الساعة اربعة بعد الظهر يوم اربعة مارس ربعمية اربعة واربعين قبل الميلاد نقطة النهاية الرب يسوع المسيح له كل المجد دخل أورشاليم الساعة كام؟ ساعة تسعة صباحا اللي هي الساعة الثالثة اليهودية ليه؟ لأنه جه من مسيرة مرتجلة من بيت عنيا لغاية بيت فاجي باكرا من الساعة الأولى ومنها لغاية أورشاليم على أتان ولكن بيمشي ببطء شديد لأنه أمامه جماهير ماشيين وبيقولوله قصنا وبيلقوا الأخصان والتلميس حواليه ماشيين على رجليهم وبيلقوا أمامه القمصان والأخصان الشجر والكلام ده كله ومذكور ان هو صباحا فالفرق ما بين الرابعة عصرا إلى التاسعة صباحا ده 17 ساعة اللي تذكرت سابقا ازاي؟ نبدأ الحسابات من الساعة 4 بعد الظهر يوم 1 نيسان المقابل 4 مارس 444 قبل الميلاد ونحط عليهم 476 سنة كاملين بدون كسور نوصل لـ 4 مارس 33 ميلادية 4 بعد الظهر زايد 24 يوم مكتملين نوصل 28 مارس الساعة 4 بعد الظهر زايد 17 ساعة نوصل 9 صباحا يوم 1 الشعنين 9 نيسان المقابل 29 مارس 33 ميلادية توقيت 1 الشعنين ودخول الرب يسوع المسيح له كل المجد المسيح الرئيس إلى أرشالين بدق ودولة 4 مليون 173 ألف 120 ساعة يعني لا بالسنين ولا بالشهور ولا بالأيام فقط بل بالساعات أيضا نبوة زايدية تنطبق بهذا المنظر يعني اللي هيتكلم بعد كده حقيقي أنت بلا عزر أيها الإنسان طب الأسابيع في البحث التفصيلي شرحت نقاط مهمة جدا في موضوع أسلوب التقويم بالعوضة للماضي وفرق ما بين بعد الميلاد وقبل الميلاد ومهمة جدا في حساب الأسابيع وأسماء الأيام ولكن معقدة كثيرا جدا فمش هيسعى المجال لها لحضراتكم هنا لكن المهم 483 سنة من السنين 360 يوم اللي هو 173 880 يوم على سبعة يعني المفروض تتحقق في 24 840 أسبوع لما نحسبها من 4 مارس 444 قبل الميلاد ونعتبره ده أسبوع رقم واحد ونستخدم موقع ناسا ونعدوهم أسبوع 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 تلو الآخر نعدل 24 840 أسبوع وهو طبعا مجهود نلاقي فعلا نوصل في الأسبوع الرابع من مارس سنة 33 ميلادية اللي هو 29 مارس ونتأكد ان هم من فعلا 24 840 وعملت الموضوع ده أو اللي هو صعب جدا عليه يفضل يعدوهم أسبوع أسبوع من مواقع ناسا ممكن يتبع المعادلة جديدة اللي بيقدمها ضعفي قدام حضراتكم واي اللي هي عدد السنين على 28 في 1461 يديك عدد الأسابيع وتتأكد فعلا ان هم من 24 840 أسبوع فالمعادلة دي اللي أنا قلفتها واخترعتها وتفر عشان تسهل حسابات السبعيات بدل من تعدهم أسبوع تلو الآخر فتتم بهذه الطريقة بالسنة والشهر واليوم والساعة والأسبوع حسابات أخرى تعبته أنا عارف بس كل اللي قدمناه ده حساب واحد من سبع حسابات بس البقين هختصرهم جدا بالإضافة للحسابات السابقة يعني من نقاط محددة مسجلة في التاريخ بالنسبة ليه اليوبيلات اليوبيل كذا واليوبيل كذا واليوبيل كذا ومذكورة وبدقة أنه السنة العشرين من أرتحشستا محسوبة بدقة من نقاط محددة تاريخية أن هي حصلت في السنة الرابعة من الأولمبيات 83 وده زي ما ذكرتها لكم قالوها أباء كتير ده بناء على تاريخ توليه الحكم المسجل تاريخيا وغيره طب تمت إمتى في أنه سنة من سنين اليوبيل تمت وبضوح في السنة الرابعة من أولمبياد أنا أسف بقولي اليوبيل أنا أسف أولمبياد مش يوبيل أخطأت أولمبياد تمت في السنة الرابعة في أولمبياد 222 السنة الرابعة منه وده برضو من أحداث تاريخية مسجلة بدقة عددهم قد إيه الأولمبياد دولة دولة 112 أولمبياد كاملين كل أولمبياد أربع سنين كاملين وده متسجل بدقة في سجلات تاريخية اه ما كانش عندهم سنين ميلادية قللنا عليها لكن كان عندهم اليوبيل قللنا عليه فعلا وفعلا يقابلوا نفس السنين السابقة لقولت لحضراتكم عليهم فيقابلوا الربعمائة ثلاثة وتمانين سنة كتابية اللي هم الربعمائة ستة وسبعين سنة شمسية وده تاريخيا وليس حسبيا فقط مسجلة وبدقة وبوضوح في التواريخ حساب ثالث معلش الحساب الثالث نحسبه بالسنة القمرية والشهور القمرية والأيام القمرية وهاختصرها قوي عشان ما طولش على حضراتكم وبرضو فيهم انطبقت بالكامل 173.880 يوم لان الشهر القمري فلكيا وبدقة هو 29 يوم يعني 29.53 من 100 يوم لما تقسب المئة 73.880 يوم على الشهر القمري يطلع عندك النبوة دي تتحقق في 5888 دورة قمرية مكتملة وربح يعني تتحقق فيه 490 سنة قمرية و8 شهور و8 أيام قمرية او 5888 دورة قمر فلكي مكتملة دقيقة زائد 8 أيام قمرية وبرضو عدتهم من موقع ناسا وأسترو بكسل وانطبقوا وايضا بحس بتاع ضعفي قدمت فيه معادلة حسابية جديدة بديلة للعد اللي هي 19 في 12 من ملخص بتاعهم زائد 7 في C اللي هي عدد الدورات 19 يطلع لك كم أمر كم دورة أمرية فلو تستخدم المعادلة دي بدل ما تعدهم أمر وراء أمر يطلعوا فعلا 5888 أمر بدقة فانطبقت كمان بالسنين القمرية والشهور القمرية عدد الشهور وأسماء الشهور القمرية لأنها من نسان لنسان طب الأيام القمرية نحن عرفنا الحساب السابق 173 880 على 29.53 يطلع عندك 5888 أمر زائد 8 أيام قمرية حلو؟ أيوة من واحد نيسان تاريخ القرار لتسعة نيسان أحد الشعنين الثمانة أيام القمرية فالنبوة انطبقت بالحساب الثالث بالسنة والشهر واليوم القمري وبدقة ومالهاش علاقة بالحساب الميلادي ولا الحساب الأبائي ولا كل الحسابات دي كلها أخدت شوية ونقدم أربع حسابات تانية باختصار شديد جدا حسابات يهودية مالهاش علاقة بالحساب الميلادي أيضا قد انتهى بالتقويم اليهودية سواء التقويم الديني اللي بيبدأ بنسان وبيبقى متقدم عن التقويم المدني ونرجع للمواقع التقويم ومنتخصصة للسنين اليهودية الدينية نلاقي انه سنة 3794 مساجل ندى تاريخ الصلب يهودية وتاريخ قرار ارتحشسته سنة 3318 3794 ناقص 3318 يهودية 476 سنة يهودية اللي هي سنة قمرية متماشية مع الشمسية الفلكية المقابلة لها اللي هي مقابلة لـ 483 سنة كتابية أيضا التقويم الخامس أو التقويم المدني الآخر اللي هو المدني اليهودي اللي بيبدأ بشهر تشريه مش بشهر نيسان في تاريخ الصلب 3793 ليس 94 ليه؟ لأنها بتيجي متأخرة عن السنة الدينية قرار ارتحشسته صدر 3317 يهودية 3793 ناقص 3317 برضو 476 سنة يهودية مكتملين من نسان لنسان اللي هم من يساوي 483 سنة بوية والاثنين ليس بالسنين فقط بل بنفس السنين والشهور وعدد الأقمار في الاثنين 5388 أمر وعدد الأيام أيضا زي ما قدمتهم لحضراتكم يعني حتى في الحسابات اليهودية تنطبق لنفس التواريخ بالسنة والشهر واليوم اليهوري وده ملهوش علاقة بالتقويم الميلادي ولا مشكلة سنة الصفر ولا غيره عشان محدش يفاصل وكلهم تحققوا بدقة حسابين تانين سرع قوي بالحساب التاريخ اليهودي من قديم لحديث بنقاط برضو متحددة في التاريخ اليهودي علشان لو اليوبيل حد فاصل فيه برضو اليهود مسجلين امتى ملك أرتحشستا ومسجلين امتى مات هيرودس وغيرها من الأحداث التاريخية اللي ممكن نحسب بكل سهولة منها من النقاط المحددة تاريخيا وبردو تنطبق وبدق أيضا باسلوب يهودي من حديث لقديم التقويم اللي بيستخدموه الآن ونفضل نرجع للماضي وبردو الاثنين دولار تحققوا بدق وبكده تم التأكد من دقة النبوه لأنها طالما بتتقدم بالعديد من التقويم المختلفة المستقلة كده نقدر نتأكد من صحة ودقة النبوه قدمت لحضراتكم ملخص شديد لسبع تقويم مختلفة انطبقت فيهم النبوه بدقة بالسنة والشهر واليوم فاضل ايه تاني نوصل للاسبوع الأخير هو طبعا خارج عن الموضوع بتاعنا بس باختصار شديد لسبوع الأخير يوجد فيه عدة نقاط تم تحددها في النبوه تشرح لسبوع الأخير وتوضح وجود فاصل زمني عن نبوه التسعة وستين اسبوع ومجيء المسيح الرئيس فالعداد بتقول وبعد اثنين وستين اسبوعا يقطع المسيح يعني بعد ما تتم نبوه التسعة وستين اسبوع يقطع المسيح من أرض المأحياء وشعب وليس له وشعب رئيس آتن يخرب المدينة والقدس وانتهاءه بغمارة وإلى النهاية لها نهاية الأيام حرب وخرب قضية بها ويثبت عهدا مع كثيرين في اسبوع واحد وفي وسط الأسبوع يبطل الزبيحة والتقدمة وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب بعد ما تكتمل في سبعة أسابيع تجديد أورشالي والاثنين وستين اسبوع حتى مجيء المسيح الرئيس وتتحقق النبوه ورئاسة المسيح الرئيس وتكتمل يبدأ يتكلم على تسلسل أحداث بعد اكتمال نبوه التسعة وستين اسبوع واستعلان المسيح الرئيس تستمر من بداية صلب المسيح فاصل زمني لغاية نهاية الأيام اللي ييجي بعدها الأسبوع السبعين اللي هو ما يجيش مباشرة لكن تحصل قبل قبل عدة أحداث في فاصل زمني ويؤكد هذا الفاصل الزمني زي ايه؟ يقطع المسيح يعني يتصلب ويقطع من أرض الأحياء بعدها رئيس آخر حييجي حيخرب أورشاليم ويدمر الهيكل اللي هو تيتس الروماني تستمر أورشاليم فيه صراعات وحروب وإنشاء وتدمير متكرر وده حصل ألفين سنة أورشاليم صراع مستمر وحروب مستمرة وتخريب مستمرة حتى الآن لغاية ما يتم الوصول إلى نهاية الأيام زي ما قال العدد وييجي الأسبوع الأخير وظهور المخرب المخرب ده حيقيم عهدا مع المسؤولين اليهود لمدة سبعة سنوات وهو ده الأسبوع الأخير بعد الفاصل الزمني عشان كده النبوة فصلت ما بين التسعة وستين والأسبوع الأخير في منتصف الأسبوع الأخير اللي في نهاية الأيام بعد ما يقيم هذا المخرب عهد في منتصف الأسبوع هتبطل الزبيحة يعني يكون الهيكل يتبنى وبدأت الزبائح تتقدم وبعد كده بسبب هذا المخرب هتبطل الزبيحة في المنتصف يعني بعد تلات سنين ونص اللي هو الف ومتين وستين يوم وهكذا ثم بعدها بعد ما تعدي النص الأسبوع الأخير يبتدي يتصب العقاب على هذا المخرب اللي هو ابن الهلك طبعا القسم الثالث من الفصل الرابع قدمت اعتراضات كتيرة قوي والرد عليها عشان أقفل الباب على المقاد والمشاككين من الأول فقدمت حسابات يوسفوس المؤرخ اليهودي وإزاي ناكشولي شرحاته بطريقة غير مقصودة أكدت صحة تحقيق النبوة على الرب يسوع المسيح ليه؟ لأنه قال أن نبوة تكتمل في تيتس الروماني كويس طالما النبوة حتى المخرب تيتس الروماني يبقى المسيح الرئيس استعلن وقطع قابل سبعين ميلادية على تيتس الروماني من هو المسيح الرئيس الوحيد اللي جيه وستعلن بفترة زمنية قبل ما جاء تيتس الروماني وخراب أرشليم سبعين ميلادية ما فيش غير الرب يسوع المسيح له كل المجد فحتى شرحات يوسفوس بطريقة غير مقصودة أكدت أن هي على الرب يسوع أيضا تم تقديم دراسة لحسابات راشي اللي حاول بأي شكل ينكر أنها عن الرب يسوع المسيح ووضحت فيها الأخطاء التفسيرية والتاريخية والحسابية الكتيرة اللي وقع فيها راشي في تفسيره ورغم كل محاولات راشي اللي برضو سقطاته برضو أشارت أنها عن الرب يسوع المسيح له كل المجد قدمت مراجع كمان يهودية أن إزاي هؤلاء اليهود حزفوا 165 سنة من التاريخ اليهودي فقط سببه الرئيسي عشان ينفق انطباق النبوة دي على الرب يسوع المسيح ويحاولوه على الهيكل وتم الرد على اعترضات كتيرة الأبيا والشتاء والرعاة والمطر وي 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 وحاجات كتيرة أوي أوي مش هطول على حضراتكم كفاية طولت عليكم توصيات في النهاية وملخص أهمية البحث بعد مما أضافوا أو أضافتوا هذه الرسالة أو هذا البحث عن السابق هو أولا توضيح ما هي نقطة البداية والنقطة تاريخية صحيحة للنبوة فلكيا وتاريخيا وحسبها حسبات عديدة بحسبتها لكم بسبعة تقويم مختلفة بطريقة صعب نقدها وتصحيح أشياء كتيرة أثناء ما تكلمنا اثنين عدم الاكتفاء بتحقيقها بالسنين فقط زي معامل الشراح السابقين كلهم بل قدمتها لحضراتكم بالشهور والأيام والأسابيع والساعات والأقمار وغيره أيضا بحسبات مختلفة وتقويم مختلفة كثيرة وده ما تقدمش سابقا توضيحا لروعة ودقة النبوة وغلق باب النقد ثالثا حل إشكالية سنة 444 قبل الميلاد بتوضيح الفرق ما بين سنة الحكم و سنة واحد لملوك فارس رابعا توضيح مشكلة آذار الثاني مع واحد نيسان والاسلوب لسببه أخطأ بعض الشراح خمسا ربط نبوة دانيال بتاريخ ميلاد الرب يسوع المسيح كمقياس عشان يغلق باب النقد سادسا إضافة خلفيات يهودية وبيئية وفلكية لتوضيح ملابسات وظروف محيطة بالنبوة وتأكيد نقاط تاريخية لا تصلح لاستخدامها في حل بعض المعضلات التقويمية الأخرى ونقاط كتيرة زي قدام حضراتكم توضيح لراوعة ودقة نبوات الكتاب المقدس وبما فيها حساب احتمالية تحقيقها بنظرية الاحتمالات وما ينفي ان هي تحصل بالصدفة وده يؤكد وجود إلهنا اللي أوحى بيها الختام وخلاص صدعتكم معايا النبوة دي اتكتبت إمتى؟ اتكتبت في القرن السادس قبل الميلاد على يد دانيال النبي زي النبوة الألهالو جبرائيل وتشهد بوجود نبوات يعني أدلة كتابية مكتوبة من قبل ميلاد الرب يسوع المسيح له كل المجد عن مجيء وبدقة وده تمييز للكتاب المقدس عن أي كتاب آخر والرب يسوع المسيح له كل المجد عن أي عقيدة أخرى ما فيش كتاب تاني هتولي كتاب واحد تاني كتاب آخر أو عقيدة أخرى في هذا المنظر في هذه النبوات لا يوجد آخر اتكتبت نبوات عنه قبل ما جيئوا بهذه الدقة إلا الرب يسوع المسيح له كل المجد فقط ولا واحد لا بوزة ولا كريشنة ولا حورس ولا زردشت ولا مثرة ولا تموز ولا محمد ولا ماني ولا مرزة الغلام أحمد ولا بهاء الله ولا ديونيسيوس ولا أبولونيوس ولا أدونيس ولا غيرهم لا يوجد نبوات قيلت عن الشخصية الأساسية في كل هذه العقائد قبل ما جيئوا بمئات وألاف السنين إلا الرب يسوع المسيح له كل المجد فقط وده الفرق ما بين الأصلي والتزويرات الكتيرة والكلام ده مش موجود في أي كتاب عقيدة آخر إلا الكتاب المقدس مع الاعتذار الأخوة لأحباء المسلمين أخدهم أخرهم يغلبون ولا يغلبون بس وتش ده أخرهم لكن بصوا الكتاب المقدس منظره إزاي بل إيه ما انتقلتش شفويا عشان يكون فيه احتمال التغيير اتنقلت مكتوبة ومحفوظة كتابة في نسخ باقية حتى الآن من قبل ما جيئ الرب يسوع المسيح وحتى الآن يعني النبوة دي على سبيل المثال موجودة في مخطوطات زي مخطوطات قمران من قبل الميلاد يعني عندنا نسخ بها نبوة دانيال من قبل الميلاد على سبيل المثال مخطوطة 11Q13 وبها جزء من نبوة دانيال عن 70 أسبوع دانيال 9 هذه صورة مخطوطة 11Q13 قدام حضراتكم من الكهف 11 من قمران وغيرها دي مش الوحيدة لو الإيمان المسيحي خطأ أو الكتاب المقدس مؤلف أو محرف أو مفيش إلهنا ولا فيه وحي ولا الكلام دا كله اللي بيحاولوا يهجمونا المشاككين المختلفين من الأنواع المختلفة لا يمكن أكرر لا يمكن أن توجد به نبوات دقيقة بهذا المنظر لأنه مستحيل أن تتكتب نبوة قبل حدوث الحدث اللي تم التنبؤ عنه أو مجيء اللي تم التنبؤ عنه ونبوات دقيقة جدا وتتكتب بمئات السنين وتنطبق بدقة لو ما فيش إله ولا ما فيش وحي أو الكتاب المقدس دا غلط لكن العكس صحيح لأن إلهنا كائن والإيمان مسيحي صحيح والكتاب المقدس وحي إلهي سليم وبيشهد عن نفسه باستمرار فأنت بلا عز رأيه الإنسان عشان كده موجودة نبوات كتيرة وتحققت بدقة على عكس باقي العقائد لأن الإله في المسيحية بالفعل كائن وعلم غير محدود وعارف المستقبل يعني المستقبل مكشوف أمامه فأخبر في الماضي بالوحي الأنبياء يكتبوا النبوات دي في كتاب المقدس قبل تعقيقها بمئات السنين وعشان كده تحققت بمنتهى الدقة وده يثبت أن الإيمان المسيحي هو الوحيد الصحيح أمام أي عقيدة أخرى أو أي فكرة آخر بدليل مادي تاريخي فالنبوة دي كمثال من نبوات كتيرة جدا مكتوبة بالفعل من قبل الميلاد وتحققت بدقة على الرب يسوع المسيح بكل أركانها وتم تأكيد صحتها وما تنفعش تنطبق نبوة زي دي بهذه الدقة بالصدفة لأنها نبوة عديدة المستويات لا تنطبق إلا من خلال الإله اللي عارف كل شيء زي ما قلت لحضراتكم بتقدير متحفز مرة أخرى احتمالية حدوث بعض عناصر هذه النبوة عديدة المستويات اللي تم الحصر منها في البحث في بدايته وتنطبق هذه النقاط حتى إعلان المسيح الرئيس وصلبه هي احتمالية واحدة صحيحة من احتماليات خطأ بقيمة عشرة أو السخمسين يعني ما تحصلش في الصدفة ما تحصلش في الطبيعة بطريقة طبيعية أو بالصدفة ده يمكن كده ننفي بالعنصر الطبيعي علميا يعني ما تحصلش بالصدفة بل معجزة ده دليل علمي واضح على أنها فوق الطبيعة قوة إلهية لإلهنا وحي إلهي يعني يعني إلهنا الحي الكائن أوحى بيها بوضوح لأن المستقبل مكشوف أمامه وهذه النبوة دليل مادي تاريخي علمي فلسفي حسابي فلكي مؤكد لإثبات وجود إلهنا اللي أوحى بيها وأن كتابه المقدس هو وحيه الوحيد الصحيح يعني لو شخص مسيحي مش قادر يحفظ أي دليل من الأدلة الكثيرة جدا على وجود إلهنا لو تسأل فجأة على دليل وجود إلهنا أو صحة الكتاب المقدس أو إيماننا افتكر بس دانيال 9 بس ده كافل الرد على كل اللي يهجمه إيماننا ويثبت صحته بدقة وبثقة اللي تقدم ده مثال بسيط جدا من كتير جدا من الأدلة على أن إلهنا في المسيحية كائن علمه غير محدود للمستقبل مكشوف أمامه فأخبر بالوحي أنبياء أن يكتبوا هذه النبوات الدقيقة عن مجيئه قبل ما يتجسد بمئات السنين بدقة فدي شهادة قوية عن وجود إلهنا الخالق وأن وحيه مكتوب فقط في الكتاب المقدس وأنه تجسد لأجل الإنسان فعلا اللي هو الرب الإله الرب يسوع المسيح له كل المجد والمجد لله دائما وربنا يبارك حضراتكم وسمحوني لو قصرت في أي شيء